موسيقى الله يعطيكم العافية شكرا على استضافتكم قناة جزيرة مباشرة نحييكم نحيي جماعة المخلصين إن شاء الله نحن الحقيقة اسمناه رابط حماص في المهجر نحن الرابطة أسست قبل الأزم السوري وكانت لتجميع الحماص في المهجر في كافة أنحاء العالم ولكن عند حصول الأزم في سوريا ففتحنا أيدينا وركزنا على العلم والتعليم وخاصة للمنكوبين يعني من قبل اللاجئين السوريين فالفكرة أجت من جهود فردية ومن رجال أعمال حماصني بالذات اللي هني آثروا على أنفسهم وتكفلوا باللاجئين السوريين وخاصة في الأرامل زوجات الشهداء والأيتام فنبعد فكرة أسسنا مشروع اسمه مشروع رعاية وتأهيل أرامل الأيتام للسوريين كافة في دول الجوار السوري عمنا الآن ثلاث مراكز في طرابلوس لبنان عمنا مركز في عمان الأردن ومركزين في تركيا مركز في غازي عنتاب ومركز في أنطاكيا في السنوات الأولى الحية المشروع صار عمره ثلاث سنين ونصف تقريبا في السنوات الأولى ركزنا على موضوع الدعم النفسي طبعا الأخوات والأطفال خارجين من مجازر ومن حرب لا توصف وكان عندهم اكتئاب شديد وكان عندهم أمور نفسية مزمنة الحية نقدر نذكر من الكثير بالنسبة للمشروعنا مشروع ودورة الخياطة ومجر الخياطة سواء كانت خياطة عادي أو حبكة أو سنارة وما شابه الأخوات تقريبا 90% دربناهم لحتى يكونوا نساء فاعلات وعنصر أساسي في المجتمع وحتى يعتمدوا عن نفسهم بسبب فقدان المعيل فدربناهم عن ناس احترافيين أغلبهم متطوعين وقمنا بأرض المشروع على عدة ناس فرادة وعدة جمعيات وأهل الخير الله ما أطعنا الحمد لله وتم دعم المشروع بشراء عدة ماكينات للخياطة ثم للحبكة وما شابه والأخوات ما شاء الله طبعا كان الانتاج ضعيف جدا وكان الزوغ غير رفيع ولكن تقدم بدرجة درجة ووصلنا لمرحلة أن الأخت التي كانت تأخذ معها أربع أو خمس ساعات لانتاج كنزي وحدي صارت الأخت خلال ثلاث أرباع الساعة تنتج كنزي كاملي بما فيها الحبكة وما شابه أني هون تقريبا أربع سنين أول ما كتبع السكان من شطط يعني بلقصير بسوريا بلقصير على الشام لهون لهون حياة النازح يعني كل كام شهر بمحل ووقت اللي جينا هون على لبنان تعرفت على هذا المحل وجيت وقعدت فيه الحمد للهرب العالمين مرتاحة لولاد تعليمون أنا تعلمت دورة تريكو خياطة تمريض الحمد للهرب العالمين عم بشتغل صوف تريكو عم بعمل كنزي يعني سربي تحسي بلوعد تكسر مع أي يعني كون مثلا متدايقة بنزل على الماكينة بحس أني خلص ديئة اللي جواتي بنزل فضية هون على الماكينة بنسى يعني بنسى الوضع اللي نحن فيه بنسى الهم المشاكل كله بنسى هون على الماكينة سحر محمود الملحم زوجة شهيد وقم لأربع عيطان يعني جوزة رح من بيناتنا فجأة يعني أنه يعني كنت أنا ويام مع أهل ولاد عم نتشارك على الحياة وفجأة أنه فقدت وما لقيته بناتنا وتغربت يعني بسوريات شنشطي عنده سنتين ثلاثة وبعدين جيت لهم كمان أعافت بصراحة مع أهلي فترة بس حسب الوضع المادي والمعيشي وهمني أنه عمال عاديين وشغلا على قدهم الاستغلال الأرملي أنه بالوضع حفظه بالغربي أنه فيم هالناحية أنه كتير الأرملي أنه مستغلة والغانب اللي أريد لك أرملي أنه من باب العفظ بصير الغانب بيستغلة أنه هون الحمد لأنه كتير كتير حامي مننا مننا كتير من جميع محات الحمد لارب العالمين بالنسبة للشغل؟ الشغل ومؤكد أول مجيبة ما كانت بسرح هذه المكانات بعدين شوية شوية صار يأسسونا فيها ولا ما كنت بعرفت بسراحة هون يعني تعلمت لتريكو وتعلمت شغل صوت الإيد وعملت دور التمريض يعني أخذت دور التمريض بشهادتين الحمد لله وأنه هم يأسسونا لأنه مشان يوم من الأيام كون نعتمد على الحامة يكون لدينا مردود ذاتي كمان بنفس الوقت ما نعتز لحده المشغل اللي عنا هون خلال السبعة الشهر الأمهات حضروا دورات تدريبية مهنية فخلال بعد هالدورات صار فيه مرحلة إنتاجية الحمد لله فيه اليونيفورم المدرسة جيليت تبع أعمال الشلاشف بأنواع لكل الإياسات وكل أنواع كل الأمايش كل الألوان هاي بالنسبة للبياضات عنا كمان موضوع صوف الكنزات الشتوية اللي نحن عم نجهز للشتوية جاي طوائص صيف كمان شتوية صوف كل أنواع أغطي للصلاة كل أنواع الموديلات والألوان إضافة لتقومة الشلاشف كمان وأنواع المصلايات كلها وعندنا كمان نوع البياضات الثاني اللي هوي طبعا هي كل هالمنتجات منتجات 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 بأي محل تاني ممكن تنعرض موضوع مثلا الشغلات دعائية ممكن تنعمل تطريز يدوي على بعض القطع اللقماش موضوع الشلاشف كيفر ليهات نحن نحن نشتغلوه اي نموذج فينا نحن نشتغله حسب طلب الزبون الشيلي أنا بدي أهو يعني التأهيل والتعليم كان هو هدفه يعني وقت ايجيت لهون ايجيت من دون مفكر أبدا يعني الأولاد الحمدله رب العالمين تعلموا يعني هلأ الأوائل الحمدله أنا بالنسبة للي العمل كثير غير من حياتي حتى غير العمل المهني أنه بيوم اليوم ممكن فكر أرجع أكمل دراستي كمان أنا لأنه حسيت أنه مرت وقف هنا مجرد كثير مبسطة تغير كثير حياتنا هذا المكان أنا بالنسبة للي بقول أنه رب العلمين بعتوا نعمي لقلي لأنه كثير حتى نفسيتنا حتى نفسيتنا وهم كلياتنا مثل بعض وهمومنا وحدة بس الحلو أنه تخطينا هاي الهموم كلياتا يعني أنا بحكي لك عن بره في ناس بره ما يعني يقسيت وكذا وكثير أما نحن لا نحن بللشنا مجديد أنا بحس علي أنه كان في عنا أمل الحمد لله يعني اشتغلنا على حالنا وعلى ولادنا كثير غالي علي هالمحل يعني ارتحت فيه وعايشي فيه وبيتي وحياتي كل شي فيه وبخاف أطلع بعيش بره لأنه بره راح أضيع لقيت هذا المكان المناسب إليه لأولادي الحمد لله مبسوطة يعني بيتي ومطرحي وإلي حريتي الخاصة هلا بالنسبة للتسويق أو التصريف نحن تعاملنا مع عدة مدارس بالأول لعمل يونيفوم لباس للمدرسة وطبعا أدمنا عدة مصاطر إليهم وكان بدهم شيء معين فنحن الحمد لله تم إنتاجه وتم إنتاج وكفارة يعني عدة وتزويد عدة مدارس بهاليونيفوم هذا واللباس المدرسي الشيء لآخرنا عملناه في مرحلة الشتاء والبرد القارس تم إنتاج عملنا حملة أسما فزعت حملة الشتاء وهي عبارة عن كنزات لحتى نكسي مخيمات اللاجئين وخاصة في الشمال اللبناني والبرد القارس فتم إنتاج 4700 كنزي هنا في المركز وهذا هو بحد ذاته مثل ما تعرفوا دعم نفسي للأخوات تم إنتاجه من قبل الأخوات هنا وتم توزيعه من قبل الأخوات أيضا نحن الأمل تبعنا وندرس دائما على سواء كان النساء أو الأطفال هي العودة ثم العودة ثم العودة إلى بلدنا الحبيب سوريا فهذا الهدف فلا نريد أن نسمى نحن نازحين أو مستوطنين وما شابه ولكن نحن أملنا العودة لذلك نحن ندرس في مراكزنا عبارة عن مدارس مثل مدارس لتربية الأجيال سواء كان الأم أو الطفل ودائما نزرع في نفوسهم أن نحن قريبا أو بعيدا سنعود إلى ديابنا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر